هنتكلم بقى على الكورس الخاص بينا الليبدي يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الليبدي هي عبارة عن بايوموليكيولز من البيوكيميستري هنتعرف على المونيمر بتاعها اللي هو عبارة عن الفاتي أسد هنقول الليبدي بتاعتنا هي عبارة عن بايوموليكيول الكيميكال كومبوزيشن بتكون من ايه؟ بتكون من كاربون هايدجين أكسجين كاشي أساسي بالنسبة لي ممكن اعرفها ان هي تيروجينيس جروب اوف كومباونز ريليتد تو الفاتي أسد ممكن تكون الكومباونز دي عبارة عن ايه؟ ممكن تكون فات اويلز استيرويدز ويكس اللي هو الشمع وحاجات تانية كتير هنتعرف عليها فيما بعد الليبدي ليه هي بالنسبة لي امبورتانت دات ريكونستوينت مهمة جدا في الواجبة الغزائية بتاعتي لسببين السبب الاولاني هاي انيرجي فاليو بتديني كمية طاقة كبيرة جدا لانا الغرض من ان انا اكل واجب غزائية ان انا احصل على الطاقة عشان اقدر اعمل الاكتيفتي الخاصة بيه نقطة التانية هي ممكن تدرس صنعلي مركبات زي مثلا الفات سولابول من النقطة المهمة جدا بالنسبة لنا ان زي ما احنا هنشوف فيما بعد بتاعها بيبقى مسلا سي اتش تو متكررة كتير او سي اتش دابل بوند سي اتش و متكررة يبقى انا عندي الاهتم بيه اللي هي الفيزيكال بروبارتز طبعا هي ريلاتيفلي انسولابول انووتر مش بتدوب في المية لكن بتدوب في النانبولر سولفنت زي الايسر الكولورفورم البنزين هننتطرق لنقطة مهمة جدا بالنسبة لنا ان في عندنا نوعين من انواع اللابدز او الفات اللي هاخدها في الوجبة الغزائية في عندي جود فات او لابد وفي عندي باد فات ايه المفرق ما بينهم ان الباد طبعا كل الجنك فود كل الجنك فود بالنسبة لي هتعتبر باد فود اللي هي عبارة عن الايس كريم البيتزا الهامبورجر البطيس المقلية العصائر كل دي حاجات بالنسبة لي باد فود لكن الجود فود بالنسبة لي زي ما هنشوفها بعد شوية الانواع بتاعتهم ايه طيب السايد افكت او الضرر اللي هيعود علي لما ااخد وجبة الغزائية بتحتوي على البيت فات لو جينا نشوف الميل ايه طبعا بيبقى قدامه بالنسبة لي جنك فود كمية كبيرة اوي عنده هامبورجر بطاطس مقلية شوكولاتة ايس كريم عصائر كميات كبيرة اوي اه الصايد افكت بتاعها طبعا سيء جدا بالنسبة لنا زي ما انت شايفين مظهر بتاعه اه مظهر الجسم مش كويس مش متناسق اه عنده اه الهدوم بتاعته ضيئة الشكل بتاعه انه هو اه مش مبسوط بالنسبة لي الفيميل اللي هتاكل جنك فود اه طبعا رايحصل ان الوزن بتاعها هيبقى حاجة اه سيئة جدا اه اه اللبس بتاعها هيبقى مش متناسب معها الجسم بتاعها هيبقى شكله مش متناسب يبقى انا لازم لازم افكر في اه ان انا اكل وجب غزائية بتحتوي على اه نسبة اه عالية من الجود لابد علشان احافظ على الجسم بتاعي وابتعد تماما على عن كل انواع جنك فود طبعا هتلاقي فيه تغيير ملحوظ تماما في الجسم شكل الجسم ده المكان اه الشخص اه شكل الجسم بتاعه غير متناسب لأ هيبقى متناسب وسليم ثانيا هيبقى اه 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 يقدر يعمل رياضة يقدر اه 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 الجسم الهارت بتاعه يبقى شغال كويس يقدر يعمل الاكتيفتي الخاصة بي طيب نسبة بقى الليبتز في الوجبة الغزائية بتاعتي في اليت والبليت في الطبق اللي انا باكله خلال اليوم عندي اه الليبتز عبارة عن او بترقم برقم خمسة بالنسبة لي رقم خمسة يعبارة عن الفود والدرينك هاي ان الفات والشجر لكن لو اتكلمت على الهيلس ايتنج برامد اللي هو مسلس الغزائي المثالي هلاقي الفات في رقم واحد اه بالانواع بتاعتها سواء كانت البطر الشجر سوري الشوكولاتة اه ايا كان الانواع بتاعتها هتبقى رقم واحد لان هي نسبة ضئيلة جدا في المسلس الغزائي المثالي هنشوف بقى السورس اوف الليبت اين الفود ايه السورس اوف الجود لبت او اه المهمة جدا بالنسبة لي واللي هتفيدني في الجسم هي عبارة عن البطر الزبدة طبعا الزبدة بنسبة قليلة شوية لتشيز الجبنة الفاتي ميت او فش ومهمة جدا ان الشباب كلمة فاتي الافوكاتو والناطس المكسرات الشوكولات طبعا الشوكولات اللي هي اه الشوكولاتة الخام تحتوى على اه فات بالنسبة لي جود في الوجبة الغزائي سنة